اشتركوا في القناة أي تحويل المواد الغذائية إلى مواد أصغر حتى يمكن امتصاصها من خلايا الجسم ونقلها ويوجد نوعان من الهضم هضم ميكانيكي وهضم كيميائي الميكانيكي هو تقطيع الطعام وهو المضغ والذي هو تقطيع الطعام والذي يحدث في الفم والخلط أي خلط الطعام وهو يحدث في الفم والمعدة أما الهضم الكيميائي فهو تحليل الطعام بواسطة تفاعلات كيميائية أي خلط مواد مختلفة مع بعضها البعض لتحليل الطعام وعملية الهضم الكيميائي هذه تحدث بواسطة الإنزيمات فما هو الإنزيم؟ الإنزيم هو بروتين يسرع التفاعلات الكيميائية هو لا يتغير ولا يدخل في التفاعلات لكنه فقط يسرع هذه التفاعلات والإنزيمات لها دور مهم في عملية الهضم وتساعد الإنزيمات في هضم المواد المختلفة مثل الكاربوهايدرات والبروتينات والدهون وتصنع الإنزيمات في الغدد اللعابية والمعدة والأمعاء الدقيقة والبنكرياس ولنتعرف الآن على أعضاء الجهاز الهضمي يتكون الجهاز الهضمي من جزئين رئيسيين وهم القناة الهضمية وهم الحقات القناة الهضمية تكون القناة الهضمية من الفم المريء المعدة الأمعاء الدقيقة الأمعاء الغريضة المستقيم فتحة الشرج أما ملحقات القناة الهضمية فنبدأ بالفم الفم فيه اللسان والأسنان والغدد اللعابية بعدها الكبد وعلى الكبد الحويص للصفراء والبنكرياس وما الفرق بين القناة الهضمية ومنحقات القناة الهضمية الطعام يمر في القناة الهضمية يمر عبر هذه الآضاء كلها لكن الطعام لا يمر عبر منحقات القناة الهضمية لكنها تفرز في القناة الهضمية أنزمات تساعد على الطعام ولكنها تفرز أو تخزن أنزمات ومواد كيميائية تساعد على تحليل الطعام أثناء مروره بالقناة الهضمية ونبدأ بدراسة الفم عملية الهضم في الفم تكون هضم ميكانيكي طريق تقطيع عن طريق مضغ الطعام وخلطه وهضم كيميائي طريق الانزمات التي يفرزها اللعاب عندما يخترط الطعام باللعاب وبعد الفم ينتقل الطعام إلى المريء في المريء لا يحدث هضم لكن فقط ينتقل الطعام إلى المعدة عن طريق الحركة الدودية يتحرك المريء حركة الدودية تدفع الطعام إلى المعدة ثم يصل الطعام إلى المعدة وفي المعدة يحدث هضم ميكانيكي بخلط الطعام وكيميائي وهو خلط الطعام بالإنزيمات والعصار الهاضمة ومنها حمض الهيدروليك وفي المعدة بعد عملية الهضم تغير الطعام ليصبح سائل كثيف القوام يدعى الكيموس إذن الكيموس سائل كثيف القوام بعد هذا ينتقل الكيموس إلى الأمعاء الدقيقة وفي الأمعاء الدقيقة تحصل عملية هضم كيميائي وتصب في الأمعاء الدقيقة العصار الصفراوية من الكبد وأيضا العصار الهاضمة التي يفرزها البانكرياس وفي الأمعاء الدقيقة أيضا تحصل عملية امتصاص الطعام ثم ينتقل الكيموس من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة والأمعاء الغليظة تمتص الماء فتصبح بقايا الطعام أكثر صلابة ثم تنتقل بعد ذلك فضلات الطعام إلى المستقيم ثم فتحة الشرج حيث تخرج خارج الجسم وتتواجد في الجهاز الهضمي بكتيريا ولهذه البكتيريا أهمية في الجهاز الهضمي فالبكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة تتغذى هذه البكتيريا على بقايا الطعام وتصنع بعض الفيتامينات مثل فيتامين كاف ونوعين من فيتامين بأ تكلمنا حتى الآن عن الجهاز الهضمي فلنتعرف الآن على المواد الغذائية المواد الغذائية هو أنواع أول هذه الأنواع البروتينات ويحتاج الجسم البروتينات للنمو وتعويض الخلايا التالفة وتتكون البروتينات من محدات أصغر تسمى الأحماض الأمينية والبروتينات توجد في بعض الأطعمة مثل البيض والجبن والحليب واللحوم ثاني أنواع المواد الغذائية الكربوهايدرات وهي المصدر الرئيسي للطاقة وهناك ثلاثة أنواع من الكربوهايدرات هي السكريات والنشويات والألياف السكريات هي الكربوهايدرات البسيطة توجد في مواد مثل سكر المائدة والعسل والفواكه النشويات والألياف تسمى الكربوهايدرات المعقدة والنشويات توجد في البطاطس والأطعمة المصنوعة من الحبوب مثل حبوب القمح والذرة والألياف توجد في أطعمة مثل الفول والفاصولية ثالث مجموعات الأطعمة هو الدهون وهي مثل الكربوهايدرات تمد الجسم بالطاقة كما تساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات والدهون تقسم إلى دهون غير مشبعة وهذه توجد في الدهون والزيوت النباتية ودهون مشبعة وهذه غالباً الدهون التي تكون حيوانية ومن المواد الغذائية أيضاً الفيتامينات واستفيد الجسم من الفيتامينات في النمو وفي الوقاية من الأمراض ومن المواد الغذائية أيضاً الأملاح المعدنية واستفاد منها في تنظيم التفاعلات الكيميائية وآخر هذه المواد الغذائية هو الماء وهو يشكل 70% من كتلة الجسم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر